يحيي العراقيون في مدينة الموصل القديمة ذات المكانة التاريخية العريقة احتفالات مبهجة ومظاهر متوارثة في ليالي شهر رمضان الفضيل وسط أجواء ملؤها التآلف والمحبة والإخاء وما إن يفطر الصائمون في المدينة القديمة يلتف بعض سكان الموصل لحضور العروض الحية التي تتضمن أناشيدا دينية وعروضا سردية لبعض القصص المفيدة وفي عادة متعارف عليها بمدينة الموصل القديمة نهاية كل أسبوع في رمضان يجتمع سكان الموصل لحضور العروض الحية في حمام المنكوشة حيث يسرد القص الموصلي يونس الحمداني حكايات الأجيال السابقة مجسدا معاني العبر والترفيه للحاضرين قارئ أو حاكي القصص هذه الشخصية تعتبر من الشخصيات التراثية والموروث الموصلي الشعبي كانوا أهل زمان تعودوا أنه يشعون هذه الشخصية بالشيخانات والمقاهي تحكي لهم القصص العنتريات والهلاليات والقصص الفليلة وليلة أجواء كلش جميلة استمتعنا برواية الحكواتي والقصص اللي كانت جداتنا تسولف بيها هذه القصص اللي كانت بيها موعظة وعبرة وما يزيد الأجواء الرمضانية في مدينة الموصل القديمة جمالا وأنسا هو تعاضد وتمسك ساكني المدينة ومرتاديها بالعادات والتقاليد القديمة المتوارثة والذي يعطي طابعا واضحا للتآلف والمحبة كما أن الأغانية الروحية والعروض السردية تضيف جمالا للمدينة وتبقى هذه الفعاليات والمناشط حتى ساعة متأخرة من الليل وصولا إلى وقت السحور مجسدة مشهدا تقليديا وحياة فريدة يقتصر وجودها في شهر رمضان الفضيل